اشتركوا في القناة بهذا اليوم تقديرا للدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في نصرة قضايا العرب والمسلمين وبما تشكله بفضل سياساتها من ثقل دولي فمثلما هي تحتضن الكعبة التي أمها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لما قدره الله سبحانه وتعالى لها من رعاية الحرمين الشريفين فهي مقصد لكل من يحرص على الاستقرار والسلام وحصن قوي يحتمي به كل محب لدينه ووطنه وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر قد قام صباح اليوم بزيارة إلى سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة وشاركت سموه للمملكة الشقيقة باحتفالاتها باليوم الوطني وبها به المناسبة فقد قدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر خالص التهاني والتبركات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الشعب السعودي الشقيقة بذكرى اليوم الوطني السعودي السابع والثمانين منوها سموه بأن هذه المناسبة ذكرى عزيزة نستذكر فيها بكل التقدير والفخر إنجازات ملوك خلدهم التاريخ بما قدموه من إسهامات في بناء مستقبل النجاح الأجيال المقبلة بدءا من المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود طيب الله ثرى مرورا بالملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة العربية السعودية الشقيقة وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين قيادة وشعبا تحمل كل التقدير والمحبة للمملكة الشقيقة بقيادتها وشعبها لأن ما يربط بين البلدين الشقيقين علاقات سامية استراتيجيا وذات سياق تاريخي وعروبي قوامها الأواصر المشتركة ووحدة الدم والمصير وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقرة أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي السند القوي والعضد المتين لأشقائها والبلد التي يستظل الجميع بمواقفها الشجاع في نصرة قضايا الحق والعدل التي رسخ دعائم الأمن والاستقرار ووحدت الصفوف في مواجهة كافة التحديات التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية وقال سموه إن الدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإنسانيا لا ينكره إلا جاحد أو كاره لا يمكن لأحد أن ينكره فهي السد المنيع الذي حفظ للأمة أمنها واستقرارها رغم وطأة التقلبات والتحديات واستظل كذلك بمشيئة الله تحت قيادة حكامها من آل سعود الكرام وقال سموه إن مشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية احتفالهم بالعيد الوطني واجب فهو احتفاء بمناسبة غالية علينا جميعا فنحن وطن وشعب واحد وأفراحهم أفراحنا وهم لنا ونحن لهم كالجسد الواحد والبنيان المرصوص ونبتهل إلى الله تعالى أن يديم علينا محبتنا وأخوتنا أبدا الدهر لتبقى شاهدا على أسمى معاني الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين ويجسدها جيلا بعد جيل من جهته رفع الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارة سموه للسفارة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي التي تجسد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وهذا غير مستغرب على سموه فهو الحريص دوما على إعلاء نخب العلاقات البحرينية السعودية ودعم كل ما يسندها نحو مزيد من التطوير وأشهد السفير بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام لتطوير العلاقات البحرينية السعودية وتنميتها وهو دور محل اعتزاز للقيادة ولشعب المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المنطقة والسعودية قامت بدور شبير في مساندة أخوانهم وأهلهم في المنطقة فالله إن شاء الله يديمها ويعز السعودية ينصرنا على من عادانا إن شاء الله في كل الأمور اللي احنا متوجهين بها ونتمنى إن شاء الله لمنطقتنا الأمن والاستغرار في ظل قياداتنا الله يوفقهم إن شاء الله موسيقى موسيقى أود أن نشيد بالعلاقة العميقة والراسخة والتاريخية بين مملكة البحرين وبين المملكة العربية السعودية والتي أرسى داعمها جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة مملك مملكة البحرين وخادم الحرمين الشريفين مملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وأيضا أود أن أشكر مملكة العربية السعودية على جميع مواقفها الإيجابية التاريخية مع مملكة البحرين والتي ستبقى خالدة في ذهن كل مواطن بحريني هذا عيد وطني للسعودية والوحرين والجميع دول الخليج والحقيقة بأن نتمنى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى كل التقدم والازدهار والقوة والعز لأن عز المملكة من عزنا وقوتها من قوتنا ولذلك أنا أعتقد أن دورها اليوم العربي والإسلامي والخليجي والدولي أعطى ثقل لمجموعة دول المجلس والقوى الأقليمية في هذه المنطقة اللي نعتقدها بأنه لو لا القيادة السعودية الحكيمة على رأسها ما كنا نصل إلى ما وصلنا إليه زيارة سمو رئيس الوزراء لنا هذا اليوم تدل على تجذر المحبة وتجذر العلاقة الوطيدة الراسخة القوية بين مملكة البحرين العزيزة والمملكة العربية السعودية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا دائما وابدا أولا التعاون على الصعيد التعليمي هو التدسيد للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات والتعليم أحد هذه المجالات المهمة التي ترسخ أيضا للعلاقات هناك العديد من الطلاب من مملكة البحرين يواصلون دراساتهم الجامعية في المملكة العربية السعودية ويجدون كل اهتمام ورعاية وفي نفس الوقت هناك طلاب يترسون في جامعة البحرين أو في الجامعة الخاصة من المملكة العربية السعودية الشقيقة وكحتى أيضا في بعض الطلبة حتى على مستوى التعليم الأساسي في بعض المدارس الخاصة أيضا لا شك أن هذا التعاون هو يجسد ويوضح هذا النوع من التعاون المتميز الحقيقة ما تقوم فيه مملكة المملكة العربية السعودية من رؤى واستراتيجيات محل اعتزاز وفخر لنا جميعا لأنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ونحن جميعا نعتبر المملكة العربية السعودية هي عمق استراتيجي لنا جميعا وقيادة المملكة العربية السعودية في المنطقة بجانب أشقائها الخليجيين في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي تساهمت وتساهم بشكل كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار الأقليمي والعالمي سعيد جدا أن أكون في هذه المناسبة الطيبة المناسبة عزيزة علينا جميعا على قلوبنا وأهني إخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية على اليوم المجيد أهني القيادة الحكيمة أهنيهم على وقفتهم والتحديات التي تواجهها المنطقة أهنيهم على الإنجازات التي حققها النهضة الشاملة وهذه الفرحة فرحتنا جميعا الله يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار